بعدما أجازت اللجنة الرسمية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية أداء صلاة العيد في المنازل بين أفراد العائلة ومع حلول عيد الفطر المبارك تواترت التساؤلات حول كيفية أداء صلاة العيد في البيت لتصبح هذه الجملة الأكثر تداولا على محرك البحث جوجل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على المسلم أن لا يترك هذه السنة لأنها سنة مؤكدة بل يحافظ عليها ولو كان في عمله أو في مداومته أو في بيته فليصلها فردا أو يصلها بعائلته في البداية نقول أن وقتها يكون بعد شروق الشمس حوالي 20 دقيقة وقد حددتها وزارة شؤون الدينية حول السابعة إلا ربع فإذا حان وقت الصلاة فلا أذان ولا إقامة وإنما مباشرة تصف عائلتك الإمام إذا كان هناك رجال في الصف الأول ثم الصبيان ثم النساء في الصف الأخير تعذر إقامة صلاة العيد في المساجد هذا العام إلا أن هذا القرار لم يمنع من أدائها استثناء هذه المرة في البيوت جماعة أو فرد بداية تصطف انتاء والأهل انتاءك وتستقبل قبلة وتكبر تكبيرة الإحرام زائد ستة كبيرات أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا ستة كبيرات بعد تكبيرة الإحرام ثم تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم تقرأ سورة الأعلى أو أي سورة أخرى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى هذه الركعة الأولى الآن تركع ركوع عادي الله أكبر سمع الله لمن حمد وتقوم بالسجود بسورة عادية بعد ذلك تقوم للركعة الثانية قائما بتكبيرة القيام الله أكبر بعدها مباشرة تزيد خمس تكبيرات المجموع المجموع ستة كبيرات في الركعة الثانية ثم تقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين ثم تضيف السورة الأخرى الأفضل السورة الغاشية وإلا تقرأ بأي سورة أخرى وتتم صلاتك ركوعا وسجودا وتكون قد أديت هذه الصلاة نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم هو ولي ذلك والقادر عليه وبالرغم من أن هذا الوباء قد غيب علينا الكثير من الطقوس والعادات الدينية تبقى صلاة العيد سواء في المساجد أو في المنازل من أعظم شعائر مناسبة عيد الفطر مبارك كريها الكاميران